بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوما القاد يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نحن الآن مع سورة جديدة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم السليم للقرآن الكريم هذه السورة الكريمة التي نكون في صحبتها في دروس متعددة إن شاء الله هي سورة الزمر وهذه السورة عدد آياتها خمس وسبعون آية وهذه السورة أيضا في ترتيب المصحف هي السورة رقم تسعة وتلاتين عندما نرتب القرآن الكريم على حسب السور على حسب الترتيب في المصحف نجد سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم سورة النساء ثم سورة المائدة ثم سورة الأنعام ثم سورة الأعراف ثم سورة الأنفال ثم سورة التوبة وهكذا السورة التي معنا هي السورة رقم كام تسعة وتلاتين أي يسبقها في ترتيب المصحف ثمانية وثلاثون سورة هذه السورة الكريمة تسمى كما قلنا بسورة الزمر لقول الله سبحانه وتعالى فيها في أواخرها وسيق الذين تأفروا إلى جهنم زمر ثم بعد ذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر تسمى أيضا هذه السورة بسورة الغرف لما لقول الله سبحانه وتعالى فيها لكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية وغرف جمع إيه يا أخوانا جمع غرفة وكلمة غرفة تطلق أيضا على الجنة تطلق أيضا على الجنة غرفة من أسماء الجنة التي وعد الله بها المتقين كلمة إيه غرفة فتسمى بسورة الزمر وتسمى بسورة الغرف وهي من السور المكية الخالصة أي أن هذه السورة الكريمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والقرآن الكريم الذي نزل قبل الهجرة يسمى بالقرآن المكي والقرآن الكريم الذي نزل بعد الهجرة يسمى بالقرآن المدني فسورة الزمر من السور المكية الخالصة عندما نقرأ هذه السورة الكريمة قبل أن نبدأ في تفسيرها آية آية عندما نقرأ هذه السورة الكريمة نراها في مطلعها اهتمت بالثناء على الله عز وجل وببيان أن هذا القرآن الكريم إنما هو من عند من؟ من عند الله عز وجل تفتتح بقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار تفتتح هذه السورة الكريمة بالثناء على الله عز وجل وببيان أن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله عز وجل وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فنجتها في افتتاحها تهتم بالثناء على الله عز وجل نراها بعد ذلك تتحدث بشيء من التفصيل عن أحوال الإنسان في هذه الدنيا أحوال الإنسان وكيف أن العقلاء من الناس إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا وزقهم الله عز وجل من فضله بالرزق الحسن شكروا الله فهم في حالة في حالة المصيبة يلتمسون من الله سبحانه وتعالى الصبر الصبر في حالة الخير يلتمسون من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى الشكر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه المراد بالإنسان هنا هل الإنسان الشاكر أم الإنسان غير الشاكر الإنسان غير الشاكر أما الإنسان الشاكر لنعم الله فهو عند الضراء يصبر وعند السراء يشكر نرى السورة الكريمة أيضا تهتم ببيان منزلة القرآن الكريم وببيان أثره في نفوس المؤمنين والمؤمنات أثر هذا القرآن فيقول الله تعالى في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أنظر إلى أثر القرآن الكريم أثر القرآن الكريم في النفوس الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا يعني يشبه بعضه بعضا في البلاغة مثانيا يعني يقرأ في كل صلاة يكرر تكرر قراعته في كل صلاة وهذا يبين لنا أن القرآن الكريم عندما تقرأه على الراسخين في العلم ما دامت فطرتهم نقية يتأثرون به عندما تقرأه على غير الراسخين في العلم من الأميين من الذين لا يعرفون القراءة والكتابة إذا كانت أيضا فطرتهم نقية تأثروا أيضا بالقرآن الكريم كثير من الصحابة كثير من الصحابة كان السبب في إسلامهم أي شيء يا جماعة سماعهم للقرآن الكريم سماعهم للقرآن الكريم كان هذا السماع هو السبب هو السبب الأكبر في إيمانهم وفي دخولهم في الإسلام وفي وقوفهم إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون يدافعون عن الدين الحق سيدنا عمر بن الخطاب السبب في إسلامه ماذا يا جماعة بعد توفيق الله عز وجل السبب في إسلام أنه خرج من بيته قاصدا الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالطريق قابله من يقول له إلى أين أنت ذاهب يا عمر فقال أنا ذاهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لكي أمنعه من أن يدعونا إلى دين جديد لكي أمنعه من أن يخبرنا بأن هناك قرآن وأن الخالق عز وجل هو الأحق بالإبادة وهكذا نريد أن نبقى على دين آبائنا وأيدادنا فأنا ذاهب إليه لكي أمنعه من الدعوة إلى الدين الجديد وهو الإسلام قال له صاحبه بدل أن تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنت إذا اعتديت على الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يتركك أهله من بني هاشم وبدل ذلك أختك قد أسلمت وزوجها قد أسلم فبدل أن تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تمنعه طب اذهب إلى أختك فاطمة وإلى زوجها لم يكد يسمع هذا الكلام إلا واشتد غضبه وذهب متجها إلى بيت أخته وإلى بيت زوجها وقبل أن يترك الباب سمع قراءتهما فلما دخل وسألهما ما هذا أخبراه بأن أخبراه بأنهما قد دخل في الإسلام بكل شجاعة فاعتبع على أخته واعتبع على زوجها ومع كل هذا صبر وقال له ألا تسمع ألا تسمع ما حفظناه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهما أسمع بدأ زوج أخته أو أخته يقرآن عليه قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت أثر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة استمع سيدنا عمر إلى القرآن فتأثر ولأن عقله ذكي ويعرف أشعار العرب ويعرف اللغة العربية ويعرف التراكيب التراكيب اللغوية قال هذا الكلام هذا الكلام ليس من كلام البشر مستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام البشر وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم إسلامه وأعلم إسلامه طيب ما السبب بعد توفيق الله لإعلانه الإسلام سماعه للقرآن الكريم فنجد أن هذه الصورة الكريمة زاخرة بالحديث عن القرآن الكريم وعن أثر القرآن الكريم في النفوس كذلك نجد هذه الصورة تهتم بضرب الأمثال ضرب الأمثال للمؤمنين ولمن وللكافرين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير في عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ضرب الأمثال نراه في هذه الصورة الكريمة ضرب الأمثال للمؤمنين لكي يزدادوا إيمانا على إيمانهم ضرب الأمثال للكافرين لكي يقلعوا عن كفرهم ولكي يعودوا إلى الدين الحق وهو دين الإسلام كذلك نجد أن هذه الصورة الكريمة كغيرها من الصور المكية تفصل الحديث المقارنات كما قلنا تفصل الحديث عن حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكاذبين وسبق أن قلت لكم أكثر من مرة ما تحدث القرآن الكريم في موضع من المواضع عن المؤمنين وحسن عاقبتهم إلا وأتبع ذلك في الأعم الأغلى عن الحديث عن الكافرين وسوء مصيرهم وما تحدث القرآن الكريم عن الكافرين وسوء مصيرهم إلا وأتبع ذلك بالحديث عن المؤمنين وحسن عاقبتهم نرى ذلك واضحا في الآيات الأخيرة من هذه الصورة ولعلكم جميعا تحفظون هذه الآيات هذه الآيات يقول الله تعالى فيها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة معنى زمرة يعني جماعات جماعات هذه معنى لفظ إيه زمرة حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى جاءنا الرسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين هذه حديث عن الكافرين بعد ذلك مباشرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله ربي العالمين تجد آخر السورة تجد هذه المقارنات بين سوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبة المؤمنين اهتمت هذه السورة أيضا بإقامة الأدلة المتنوعة والمتعددة على وحدانية الله عز وجل وعلى قدرته كما نرى ذلك في الآيات التي في مطلعها وإقامة الأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيما يبلغ عن ربه وإقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله عز وجل وإقامة الأدلة على أن يوم القيامة حق على أن يوم القيامة حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق وهكذا أقامت أدلة على كل ذلك أقامت الأدلة على أنه من آمن وعمل صالحا فالله سبحانه وتعالى سيعطيه بفضله وإحسانه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر بماذا افتتحت هذه السورة؟ افتتحت بقوله عز وجل تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب افتتحت سورة الزمر بالثناء على الله عز وجل وبالثناء على القرآن الكريم وببيان مصدر هذا القرآن الثناء على القرآن وببيان مصدر هذا القرآن الثناء على القرآن في قوله تعالى تنزيل الكتاب والمقصود بالكتاب هنا ماذا؟ القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يطلق عليه لفظ ايه؟ الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يطلق عليه لفظ ايه؟ الفرقان يعني له صفات متعددة وله اسماء متعددة نزل به الروح نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل الكتاب ممن؟ كأن سائلا سائل وقال ممن نزل هذا الكتاب فجاء الجواب من الله العزيز الحكيم ويكون المعنى هذا الكتاب الكريم هذا القرآن الكريم قد نزل عليك يا محمد تنزيل يعني قد نزل عليك يا محمد من عند من؟ من لدن الخالق عز وجل من لدن الله العزيز ايه معنى العزيز يا أخوانا؟ معنى العزيز يعني الغالب على كل شيء الحكيم في كل تصرفاته وفي كل أقواله وفي كل أفعاله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم والذي يتتبع آيات القرآن الكريم ولذلك أنصحكم وأنصحكم وأنصحكم بأن تكثروا من تلاوة القرآن الكريم لأن تلاوة القرآن الكريم تهدي النفوس وتشفئ الصدور وتعلمك أيضا العلم النافع وتهديك إلى الطريق المستقيم وتجعلك كإنسان مسلم كإنسان مؤمن فاهم لأحكام دينك فاهم لشريعة الإسلام فاهم لما هو حق وما هو باطل تستطيع أن ترد على الشبهات التي يلصقها أعداء الإسلام بالإسلام يكون معك أقوى الأسلحة أقوى الأسلحة في دفاعك عن الحق عن أي طريق يا أخوانا عن طريق حفظ القرآن الكريم وفهم ألفازه وفهم معانيه عندما تكون كذلك لا بد أن يكون فهمك لدينك فهما صحيحا ولذلك قلنا والذي يتتبع آيات القرآن الكريم يرى أن الله تعالى إذا ذكر تنزيله لكتابه يعني إذا ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن قد نزل من عنده سبحانه وتعالى إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنة المتضمنة لأجل الصفات للخالق عز وجل طيب ربما واحد منكم يسأل ويقول اعطنا أمثلة لذلك اعطنا أمثلة بأن الله عز وجل عندما يتحدث عن منزلة القرآن الكريم وعن تنزيل القرآن الكريم يتبع ذلك ببيان جانب من صفات الله عز وجل أقول لك هذه الصورة التي معنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم طيب أول صورة غافر التي ستأتي بعد هذه الصورة مباشرة ماذا نرى في أولها نرى في أولها حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم نقرأ بعد ذلك سورة الجاسية نجد حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كما في هذه السورة عندما يذكر لفظ التنزيل للقرآن الكريم نجد من بعده الصفات العظيمة والجليلة لمن لله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر